بسم الله الرحمن الرحيم تشرفنا في الأيام القليلة الماضية بزيارة وفد المملكة الأردنية الهاشمية ممثل لمجلس النواب الأردني برئاسة الأخ أحمد الصفدي والسيدة والسيدات أعضاء مجلس النواب الأردني وجرت عدة لقاءات ابتدأت بلقاءات ثنائية على مستوى الرئيس ولقاءات مع القوى السياسية النيابية وأيضا جرى لقاءات ما بين الأخ رئيس مجلس النواب الأردني ورئيس مجلس الوزراء العراقي قبلها سبق لقاءة مع فخامة رئيس الجمهورية وأغلب القوى السياسية العراقية جرى خلال لقاءة تأكيد على الثوابت بحجم العلاقة ما بين الجيران والأشقاء الأخوة العراقيين والأردنيين وضرورة مواجهة التحديات التي تمر بالمنطقة وتمر في العالم يكون لنا رؤية مشتركة في هذا الملف سواء كان على المستوى النيابي بتفعيل دور البرلمانين في البرلمانات العربية والبرلمانات الإسلامية والبرلمانات الدولية أو على مستوى الحكومات بتفعيل الاتفاقيات والتعاونات الثنائية وجرى بحث تفصيلي لهذا الملف بالإضافة إلى الملف الأمني وملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي وتقديم الجهد الاستخباري من المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى ملاحقة من تورط في الفساد خلال الفترة السابقة في العراق وأبدت المملكة الأردنية الهاشمية تعاونهم في هذا الملف واستمرار التعاون إذا أصح التعبير في هذا الصدد وهذا الشأن دخلنا في جوانب تفصيلية تنعكس إيجابة على مستوى الشعبين في تفعيل الاتفاقات الثنائية العراقية الأردنية وأيضا تفعيل الاتفاق العراقي الأردني المصري لهذا الاتفاق أبعاد ستراتيجية تنعكس إيجابة على بلدان وتنعكس إيجابة على استقرار المنطقة بحثنا بإمكانية تبادل السلع ما بين العراق وما بين هذه البلدان وتعديدا مع المملكة الأردنية الهاشمية تمتاز المملكة الأردنية الهاشمية بتوفير قطاعات كثيرة ممكن نحتاجها خلال المرحلة القادمة منها قطاع الزراعة بحاجة إلى الأسمدة وبحاجة إلى المبيدات والمملكة الأردنية الهاشمية من البلدان المصنعة لهذه المواد وأيضا الأدوية وهي تمتاز بهذا الشأن بالخدمة الصحية تمتاز بهذا الشأن وتمتاز بالخدمة العسكري وكثير من المفاصل منها الطاقة الكهربائية وموضوع الربط الكهربائي وجرى البحث تفصيليا في هذا الأمر وهي تتم للقاءات ما بين العراق والأردن في هذا الجانب من الجوانب الستراتيجية المهمة الذي يبحث عنها العراق منذ فترات طويلة وهي زيادة عدد منافذ تصدير النفط والحديث عن خط النفط ما بين البصرة والعقبة سيرى النور قريبا هذا المشروع وتم وضع دراسة متكاملة بعد أن بحثت الحكومة الحالية ما هي المعوقات التي رافقت أو أدت إلى عدم المضي بهذا المشروع بصراحة كانت الكلفة مالتها عالية جدا وتم إعادة دراسة والجانب الأردني غير معني بالكلفة الكلفة هي مبوب عراقي ينفذ بأموال عادات النفط العراقية ولكن سيزيد من حجم الصادرات العراقية وينفتح على أسواق عالمية أخرى زيادة منافذ التوزيع النفطي أو بيع النفط العراقي مهمة لضمان ستراتيجية تدفق الصادرات النفطية وتدفق الإرادات التي تعود للعراق ومن الجانب الأردني وكسلطة تشريعي أكد على دعم هذا الأنبوب ودعم إنجاز هذا المشروع الستراتيجي تم تخفيض الكلفة وفي نفس الوقت تم تحديد كثير من الأمور الفنية التي سيتم عقد اجتماعات في السلطة التنفيذية وما يحسب لهذه الحكومة تم تقليص الكلفة بمبالغ عليه يمكن أن يعرضوها أيضا عند إتمامها وإنجازها نقدر عاليا زيارتكم إلى بغداد وتأكيد دعمكم وتأكيد دعم جلالة الملك ودعم الشعب الأردني الشعب العراقي ونرسل من خلالك رسالة إلى أخواننا في الأردن أن أخوانكم في العراق على المستوى الشعبي وعلى المستوى النيابي وعلى مستوى القوى السياسية والحكومي داعمين ومساندين للأردن في مواجهة أي تحديات خلال هذه المرحلة وفي أي وقت كان فالعراق والأردن هم دائما متعاضدين أشقاء في مواجهة كل تحديات شكرا سيادة الرئيس على الاستقبال وعلى الاهتمام وهذا ليس بغريب أن ثالث زيارة نقوم فيها بالبرلمان ومن قابل حضرتك بال2018 ومن 2021 وهذه الزيارة الثالثة هذه الزيارة تأتي بعد لقاءات جلالة الملك والرئيس السوداني والرئيس عبد الفتاح السيسي ما لمسنا من جميع القوى السياسية في هذه الزيارة دون استثناء هو دعم مطلق للأردن وقياة الأردن زي ما اتفضلت نبوب النفط من البصرة للعقبة سيوفر منفذ جديد للنفط لتصدير النفط وأيضا هناك كلفته تعود بالاستثمار لمدة أربع سنوات سيعود العائد من حجم الاستثمار الذي دفعته للعراق إن شاء الله موضوع الربط الكهربائي سنسعى أن يزيد الكمية مرة أخرى مشكرك على هذه الزيارة المميزة وإن شاء الله هناك اتفاق كان بيننا وبينك من أجل تشكيل لجان مشتركة في البرلمان وتشكيل لجنة من البرلمانين لمتابعة الأفكار جميعها والخطوات ما بين حكومة الأردنية والحكومة العراقية ستكون هذه الزيارات مستمرة وسيكون هناك في مستوى البلدين تعاون كامل في كافة المجالات الخدماتية وسيكون بدون أدنى شك جالة الملك يبارك لتشكيل الحكومة العراقية بعض مخاض استمرأة لأكثر من عام ولكن اليوم نحن جميعا بصدد نجاح هذه الحكومة ودعمها بكل المسارات إن شاء الله شكرا مرة أخرى شكرا